تغيير المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية. السلام عليكم والأخبار معكم باسم سعيدة من صفحات شغال في المساحة والنهار ده نتكلم عن موضوع مهم جدا. الناس كلها عايزة تعرف ازاي تغير المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية بتاعته بعد التخرج على طول. الناس تقول لك احنا عايزين نغير المسمى. نعمله خصة مساح. نعمله مساح. نعمله مساح عام. نعمله اياس اراضي على حسب المسمى اللي انت بتحتاجه. في تأشيرة مسلا عايز سافر او تغيره في الجواز او حتى في البطاقة الشخصية. وآآ ان انت يعني حاجة بشكل اعتياد كده. طب نعمل الكلام ده ازاي? اولا ان الموضوع مش محتاج ان انت تاخد كورس عندنا ولا كورس في اي حتة ولا ان انت تحتاج اجراءات معينة. هي حاجات بسيطة جدا هتروح تعملها في آآ القوة العاملة وتبدأ الامور معاك تمشي واحدة واحدة. طب خلينا نبدأ على طول نقولك على الخطوات دي بالترتيب ان شاء الرحمن واللي هتحتاجه بالزبط لكن قبل ما نبدأ كل ده ما تنساش اللايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات اللي تحت لقول او كل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. دلوقتي ان شاء الرحمن في خطوات محددة عندنا عشان تبدأ تغير المسمى الوظيفي في البطاقة بتاعتك او الهوية الشخصية. طب الكلام ده هيبتلي من ايه? هيبتلي ان انت تروح مكتب العمل ان شاء الرحمن وتطلب منهم شهادة او اختبار قياس ومزولة. تقول له انا عايز اعمل قياس ومزولة. طب مكتب العمل فين? اللي تابع لمنطية حضرتك. هتسأل عليه وتروح تقول له انا عايز اعمل قياس ومزولة. طيب تاني حاجة ايه? هيدوك حساب بنكي هتروح تدفع عليه مية واربعة جنيه ونص تقريبا. وبعد كده ترجع لهم تاني. تالت حاجة هتاخد استمارة تقييم لمستوى مهارة العامل. ودي ان شاء الرحمن عتم لها زي ما هو مكتوب قدامك. في كل البنود هتكتب فيها كل حاجة عندك. وبعد كده هتروح لجهة الاختبار هيدوك العنوان من هناك. يعني من القوى العاملة هيدك العنوان يقولك والله لو انت آآ فني هتروح في كلية تنتحن. آآ هتروح مسلا في المدرسة الصناعية الفولانية تمتحن. هتروح في حتة الفولانية. لو انت مثلا بتاع جرافيك او حاجة هتروح في الحية التلفونات امتحن. هتروح الوحدة امتحنك امتحان نظري وعملي. بيبقى امتحان بسيط ما فيش اي مشكلة. طب بعد كده بعد ما خلص الامتحان ده هعمل ايه? هابدأ اخد شهادة قياس المهارة. اللي بتكون عليها تلات اختام. ختم النصر وختم القوة العملة. وختم مكتب العمل. طيب الشهادة دي هي دي اللي عدت غير. اه هي دي اللي عدت غير المسامل اللي وضيفي معاك في البطاقة من غير اي حاجة. من غير ولا مكتب فلان في دورات ولا مكتب فلان في كرسات ولا مكتب نقابة على فكرة يعني. الموضوع النقابة هنا نقابة مهنية او عمالية. النقابة المهنية زي قنوة المهندسين مثلا او نقابة الاطباء او نقابة المحاسبين اي نقابة مهنية بتروح تغير المسمى الوظيفي بمجرد الكرنية بتاعها لانها من اختصاص الكرنية او من قوة الكرنية تغير المسمى الوظيفي بتاعك بشكل مباشر. انما احنا دلوقتي ملناش نقابة آآ مهنية. فبالتالي كل الموجود نقابات عمالية. وحنا بنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. انا مش هسيبك كده. هعمل لك بيزن رحمها في فيديو واتنين وطلاتة عن النقابة وتأسيسها وازاي آآ نقيم هل ده فلان ده شغال في الطريق الصح ولا فلان ده شغال في طريق غلطه ومشغال كده وخلاصه بيلم فلوس. طيب دلوقتي عندنا سالس حاجة هنعملها. ايه? هي عندنا كارنيه مزاولة مهنة. ده بتاخدوا معا شهادة قياس المهار على طول. يعني شهادة قياس المهار انت شخدتها من قوى العاملة. هتاخد حاجة اسمها كارنيه مزاولة مهنة. وده بإذن الرحمن ملوش لازمة كبيرة جدا بس اه معاك. طيب سبع هتروح تعمل ايه عشان بقى احنا في السعي كده ان احنا نغير خلاص سيبنا مكتب العمل وهنروح بإذن الرحمن للسجل المدني. تطلب شهادة بطاقة وتبدأ ترفق بها سور الحاجات اللي انت طلعتها دي وش وظهر. ومعاهم صورتين شخصيتين لك. ستة في تسعة زي ما بيقولوا كده. وعندنا صورتين للبطاقة. وبتكتب طبعا في خانة الوظيفة اللي تحت خالص بتكتب المسمى اللي انت خدته في شهادة قياس المهار. مساح. مساح عام. اياس اراضي. اخي الساعة مساحة على حسب. طيب اه بعد كده بتستنى عادي البطاقة تطلع بقى وبتاخدها عادي بنفس المسمى الجديدة. الطرق بسيطة جدا مش محتاجة اي شيء ولا حتة ان حد يلعب عليها على وطر ده بيلعبها على الوطر ده لما يجي يقول لك يعني اعلان كورس حتى لما تلاحز في الكورسات عندنا ما بقول لكش في الموضوع ده خالص. الموضوع ده مش من اختصاصي انا. مش انا البتماس بي. يعني لا ده طبيعي جدا واي حد ممكن يعمله. انا اقول لك الخطوات بتاعتك كمان. فبالتالي انت لما تيجي تشتجل مش اي حد يعني اعلان كورس مسلا ولا حاجة اقول لك يا وامكانية تغيير المسامل وظيفي يا سيدي ما امكانية تغيير المسامل وظيفي ده انت بتعملها في العادي طرمان تخريج للكلية دي بتغيرها يعني فيش مشكلة. في ناس بقى ما شاء الله عليها مكتب او حاجة بيطلع كرنيات لاي حد ويروح الفلان ده فلان ده بالكرنيه وشهرة طبعا من المكتب ان فلان ده اشتجل معنا في الوظيفة دي. فبيروح يغير المسامل عادي. وده طبعا الناس عايزة زي ما بيلوا كده ما بين قسين تسترزق بالسجل اللي هم عاملينه. عايزين نشجلوا نفسهم يعني اجيبوا فلوس من اه اي طريق. فبالتالي ان شاء الله رحمن فهمنا الامور تمشي ازاي. لو انت ما كنتش تعرف الموضوع ده. واكيد شاير الفيديو عشان غيرك يستفيد ان شاء الله رحمن. لو عندك اي سؤال سيبه في كومنت واحنا عن جاوبة عليه ان شاء الله رحمن. وسبحانك اللهم وبحمدك نشعر عليها انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.